أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أما بعد من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين في الدرس اللفات تكلمنا عن الأزمة الخطيرة التي مر بها المجتمع المسلم في المدينة المنورة في السنة التاسعة من الهجرة عندما علم صلى الله عليه وسلم بتجمع الرومان في البلقاء في الشام فقرر الخروج إليهم في ظروف كانت صعبة جدا زي ما صورنا في الدرس اللفات الضائقة الاقتصادية الشديدة المسافة البعيدة الحر الشديد العدو الرهيب أمر فعلا كان صعب في هذه الأزمة الطاحنة برزت بوضوح الطبقات الخمس لأي مجتمع مسلم ممكن في الأرض وكما ذكرنا في الدرس السابق فهذه الطبقات الخمس موجودة بصفة دائمة في أي دولة إسلامية ممكنة في الأرض غير أنها تبرز بوضوح عند الأزمات الشديدة زي أزمة التابوك مثلا هذه الطبقات الخمس هي طبقة عمالقة الإيمان وطبقة عموم المؤمنين وطبقة المتخلفين عن أمر الله بالصفة مؤقتة وطبقة عموم المنافقين وأخيرا طبقة مرد المنافقين وأنا أحب أؤكد على معنى هام جدا وهو أن هذه الطبقات الخمس وإن كانت موجودة دائما إلا أنها تتفاوت في الحجم بحسب طريقة التربية وكوة التربية وعشان التربية الإسلامية ما شاء الله كانت على أعلى دراجات التربية وأبهى الصور في عهد رسوله السلام ملقناش في طبقة المنافقين بشقيها سواء كان عموم المنافقين أو مرد المنافقين ملقناش في غزو التابوك أكتر من 80 منافق سبحان الله أو أكتر من 80 بقليل وهذه نتيجة مبهرة مبهرة فعلا لجهد طويل جدا جدا من المربي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وقلنا في الدرس السابق أن الجهد العظيم الذي قام به المؤمنون في طبقة عمالقة الإيمان وطبقة عموم المؤمنين ساعد على تجهيز الجيش الإسلامي الكبير الذي خرج إلى تابوك في رجب سنة 9 هجرية الجيش ده كان 30 ألف مقاتل وذكرنا أن نسبة التخلص كانت بسيطة جدا جدا لا تتجاوز واحد في العشر تلاف تخيل تلاتة من أصل 30 ألف مقاتل وبرغم كل المعوقات التي حاول المنافكون أن يضعوها إلا أن الجيش العملاق خرج بالفعل بفضل الله عز وجل ترك الرسال السلام على إمارة المدينة المنورة محمد بن مسلم رضي الله عنه وترك على أهله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبدأ الجيش المناضل في رحلة طويلة جدا شاقة جدا ولكن في صبر جميل صبر على الجوع وصبر على التعب وصبر على الحر والحياة الزاد كان قليل جدا لدرجة أن الرجلين والثلاثة كانوا يقسمون التمر بينهم وكان يتعاقب الرجلين والثلاثة على البعير الواحد وكانوا يتدخرون الماء لندرته حتى كانوا ينحرون الإبل ليشربوا الماء الذي تتدخره الإبل في بطنها ابتلاء كبير جدا جدا ويبتل المرء على قدر دينه وسبحان الله كأن هذا الابتلاء ليس كافيا يأتي ابتلاء جديد لاختبار الطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الابتلاء ده جهتين لما وصل المسلمون إلى منطقة الحجر منطقة الحجر هي منطقة إلى الآن موجودة في شمال السعودية هي المنطقة التي كانت بها ديار ثمود قوم صالح عليه السلام وقوم صالح زي ما أنتم عارفين أهلكوا في هذه المنطقة لما كفروا بربهم سبحانه وتعالى عند هذه القرية أو عند هذه المنطقة كانت أبيار للماء ورأى المسلمون أبيار الماء وأسرعوا إليها قبل استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم وملأوا الأوعية بالماء وعجنوا العجين بهذا الماء ليصنعوا خبزا يجبعهم بعض طول جوع مشوار طويل جدا جدا وجوع صعب تعرض له المسلمون لكن سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك الأمر أمرهم أمرا شاقا جدا على نفوسهم قال لهم لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا سبحان الله هذا الماء غير مبارك هذا ماء الذين ظلموا والأمر مباشر وصريح بعدم الشرب منه وليس على المسلمين إلا الطاعة ممكن واحد يجادل ويقول إن هذا الماء ليس له علاقة بشاربه فيشرب منه البر والفاجر يشرب منه المؤمن والكافر ونحن في حاجة للماء والطريق صعب ومن الممكن أن يجادل مجادل ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب من ماء مكة وغيرها ولا يسأل أهو ماء كفار أم ماء مسلمين كل هذه حجج قد تقال وشبهات قد تثار لكن الغرض واضح وهو الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كل الأوامر يتضح لنا فيها الحكمة بل إن بعض الأوامر قد يغفر الله عز وجل حكمتها عنه ليختبر مدى طاعتنا له يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا ونجح المسلمون الصادقون في الاختبار ولم يشربوا من ماء ثمود مع شدة حاجتهم له بل أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوا ديارها أصلا وإن حادث ودخلوها لأي سبب يعني فليدخلوها باكين لماذا؟ تأثرا بما حدث لثمود عندما خلفوا أمر الله عز وجل أما هو صلى الله عليه وسلم فقد قنع رأسه بالثوب غط رأسه وأسرع بالمسير لم يدخل وقال لهم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإلا أن تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم طبعا الكلام ده بيندرج على كل أثار باقية لقوم أهلكوا قبل ذلك لكفرهم لا يدخلها المسلمون أبدا إلا للاعتبار وإذا دخلوها لا يدخلوها في فرح وسرور ولكن في بكاء وتأثر وتذكر وتدبر الحقيقة بعد كده حصلت أحداث كثيرة جدا 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 في الطريق ليس المجالية التاسعة لتفصيلها حصل بعض المعجزات لرسول الله سلم وحصل مواقف متعددة خبيثة من المنافقين وحصل مواقف تانية كثير المهم في النهاية وصل صلى الله عليه وسلم والجيش العملاق إلى أرض تبوك فماذا وجدوه؟ سبحان الله لقد وجدوا عجبا لقد تحقق نصر هائل للجيش الإسلامي وللأمة الإسلامية ولكن للعجب هذا النصر تحقق بلا قدل يا الله فرد الجيوش الرومانية العملاقة التي تحكم وتسيطر على نصف مساحة المعمورة تقريبا عندما علمت ذو كدوم الرسول صلى الله عليه وسلم تخيل كيف فرد جيوش الدولة الأولى في العالم من جيش المسلمين مع وفرة جنودهم وقوة عتادهم وعمق تاريخهم ومهارة تدريبهم كيف؟ المعادلة يا إخواني صعبة جدا جدا لا تفهم حقيقة إلا في ضوء الحقيقة القرآنية العظيمة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشعر علمت الرومان بقدوم ثلاثين ألف مسلم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءتها ذكريات مؤلمة لموقعة مؤتة موقعة مؤتة ممرش عليها أكثر من سنتين ارتبكت في هذه الموقعة كما تعلمون الجيوش الرومانية أمام ثلاثة آلاف مقاتل مسلم فقط وما كانتش فيهم الرسول السلام الآن في تابوك الرسول السلام يتوسط جيشه الرومان عملوا حسابتهم ووجدوا أن الفرار من هذا الجيش غنيمة حتى وإن سقطت هيبة الدولة العملاقة حتى وإن ظهرت الدولة الرومانية العملاقة بصورة مخزية أمام الدولة الإسلامية النشئة ورسول السلام لم يكتفي بهذا النجاح المبهر بل أصر على البقاء في أرض تابوك قعد قد إيه؟ قعد عشرين يوم أو أقل من عشرين يوم بقليل ليه قعد المدة الطويلة دي كلها؟ ليثبت للجميع أنه ليس خائفة من الرومان وأعوان الرومان أعوان الرومان اللي هم القبائل النصرانية العربية الموجودة في منطقة شمال الجزيرة العربية ومنطقة الشام مع أنه كان من عادة الجيوش في ذلك الزمن أن يمكسوا في أرض الموقعة ثلاث يام بس لكن رسول السلام قعد المدة الطويلة دي لإثبات القوة وعدم الرهبة من جيوش الرومان بل أن رسول السلام توج هذا الانتصار الكبير بإرسال سرية من المسلمين حوالي 420 فارس بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى دومة الجندل على بعد حوالي 300 كيلو أو أكتر من تابوك ليه؟ لأسف أكيدر ابن عبد الملك الكندي أكيدر ابن عبد الملك كان زعيم من زعماء النصارى اللي كان يحكمون منطقة وساعة في شمال الجزيرة وكان يساعد الرومان في حربهم ضد المسلمين وأسر بالفعل أكيدر ابن عبد الملك وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حوار ضار بينهم أقر أكيدر على الجزية وحقن دمهم ولم يقف مجاح الحملة العسكرية عند هذا الحد بل أتى ملوك وأمراء مدن الشام اللي جنب الجزيرة العربية يصالحون رسول الله السلام على الجزية ومن هؤلاء صاحب أيلة يحن ابن رؤبة وكذلك أتى أهل جرباء وأهل أذرح وأهل مقنى أكتر من منطقة جاءت لتصالح على الجزية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة نصر مبين وكبير وتم دون أن يرفع سيف اللهم المناوشات البسيطة التي تمت عند أسر أكيدر ابن عبد الملك أظهر لنا ربنا سبحانه وتعالى طرقا عديدة يا إخواني وإخواتي لتحقيق النصر للمسلمين تارى يجري القتال العني في الشرس بين المسلمين وأعدائهم زي ما شفنا في بدر ومرة يصبر المسلمون على حصار عدوهم لهم كما في الأحزاب حتى ينصر في الأحزاب دون نتيجة كما رأينا وتارى يحاصر المسلمون أعدائهم فينزل الأعداء على رأي المسلمين دون قتال زي ما شفنا في غزوات رسول الله السلام على اليهود في بني كنقاع وبني النظير وبني كوريضة وتارى ينزل الأعداء على حكم المسلمين بعد قتال كما في خيبة وتارى لا يفتح حصن يحاصره المسلمون زي ما شفنا في الطائف وسنرى أن أهل الطائف سيأتون بعد ذلك مسلمين وتارى لا يكون هناك قتال بالمرة كما حدث في تبوك سبحان الله طرق مختلفة كثيرة للنصر خلاصة الأمر ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى حسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا مش مهم الطريقة لكن لابد أن يحسى النصر فتربصوا إنا معكم متربصون ليس المهم يا إخواني وإخواتي كيف يتم النصر ولكن المهم أن يوجد الجيش الذي يستحق النصر ثم الله عز وجل ينصر ما يشاء كيف ما يشاء وفي الوقت الذي يشاء كان من نتيجة هذه الغزوة العظيمة غزو التبو أن سيطر المسلمون سيطرة كاملة على شمال الجزيرة العربية وكان من نتيجتها أن ساقطت هيبة الرومان وأعوان الرومان وهذا سيسهل كثيرا بعد ذلك الفتوح الإسلامية في بلاد الشام المهم الرسالة السلام بعد هذه الغزوة قرر العودة إلى المدينة المنور ورجع في شهر رمضان سنة 9 فيجري فأثناء العودة كانت هناك محاولة لقتل رسول الله سلام من قبل المنافقين عند منطقة العقبة ولكن كان بصحبة رسالة السلام حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعمار ابن ياسر رضي الله عنهم ودافع عن رسوله السلام دفاعا شديدا وهرب المنافقون هرب المنافقون دون أن يتبين الصحبيان الجليلان ملامح المنافقين وذلك لأن المنافقين كانوا ملثمين ومع أن رسوله السلام عرف بعد ذلك عن طريق الوحي أسماء المنافقين الذين قاموا بمحاولة القتل إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقم عليهم حدا سبحان الله ولم يأمر قبائلهم بالإتيان بهم طب ليه كلام ده أولا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه وثانيا والكلام ده في غاية الأهمية لأنه لا يملك بيّنة على أنهم هم الذين حاولوا القتل البيّنة المقصودة هنا هي البيّنة الشرعية ليست البيّنة عن طريق الوحي يعني مثلا زي دليل مادة أو قرينة أو شهادة شهود كل ذلك ليعلمنا ألا نقيم حدا أو حكما على أحد إلا بيبيّنه مع أنه متأكد تمام التأكد من أسمائهم عن طريق الوحي لكن هذا هو العدل يا إخواني وإخواتي ولا أعتقد أن هناك مستوى من العدل في أي دول من دول العالم أرقى من هذا المستوى الذي رأيناه في موقف رسولة السلام عمرنا ما شوفنا في الأرض زعيم ولا هنشوف يعلم علما يقينيا أن هناك مجموعة دبروا محاولة لاغتياله ثم هو يتجاوز عنهم ولا يؤذيهم بأي صورة من صور الإزاء لأنه لا يملك أدلة قوية تدينهم أو تثبت الجريمة عليهم سبحان الله هذا فعلا أرقى مستويات العدل المتخيل ووصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسلام ولا بد لنا من وقفه أين القتال الضروس الذي تخيله المسلمون يوم خرجه أين الفتنة الرهيبة التي توقعها الخارجون في سبيل الله أين الامتحان الدقيق الذي سيختبر فيه الصادق والكاذب والمؤمن والمنافق ألم نقول قبل ذلك أن تبوك امتحان عسير للمسلمين الواقع يا إخواني يا إخواتي الامتحان فعلا تم لكن تم في المدينة منورة على بعد 700 كيلو متر من المكان المتوقع للامتحان وتم قبل الامتحان المتوقع بشهر يعني إيه كلام دا؟ لم يكن الامتحان يا إخواني في تبوك كما توقع الجميع لكن الامتحان كان في المدينة منورة قبل الخروج إلى تبوك الامتحان كان عبارة عن أخذ قرار الجهاد القدرة على أخذ قرار الجهاد الذي تغلب على نفسه وعلى ظروفه وعلى شهواته وعلى المعوقات التي في حياته وعلى شياطينه وعلى أقويل المرجفين الذي تغلب على كل ذلك وأخذ قرار الجهاد نجح يوم أخذ هذا القرار حتى وإن لم يحدث بعد ذلك جهاد والذي فشل في الاختبار هو الذي هزم داخليا فلم يستطع أن يأخذ هذا القرار ولم يستطع أن يخرج من أزمته النفسية ولم يستطع أن يتجاوز جبنه المقعد قد تكون نجاتك في قرار تأخذه فإن أخذته كفاك الله عز وجل ما كنت تتوقع من مصائب وإيذاء وألم وكفى الله المؤمنين الكتاب ونسأل الله عز وجل الثبات عند الفتن لما وصل الرسالة السلام إلى المدينة منورة وعرف الناس الأثار الحميدة والنتائج العظيمة لهذه الغزو المباركة جاء إليه كل من تخلف عن الجهاد بغير عذر ليعتذر له زي ما أنتوا عارفين المعتذرين كانوا فريقين في الأساس فريق الأول هو فريق المؤمنين الصادقين الذين تخلفوا عن الجهاد بغير عذر ذلك كما ذكرنا في الدرس السابق كهفوة عبرة أو خطأ غير متكار هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا زي ما وانا في الدرس اللي فات هؤلاء لم يقبل رسول الله السلام اعتذارهم حتى ينزل فيهم وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى ونزل بعد كذا سبحانه وتعالى الوحي بمقاطعة هؤلاء الثلاثة عقابا لهم وتحذيرا لكل المسلمين أن يقعوا في خطأهم طبعا الثلاثة دولة تحدثت عنهم القرآن الكريم وهم كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية وكانت المقاطعة دي مدة خمسين ليلة كملة ثم تاب الله عزل غيرها بعد ذلك عليهم وأوقفت المقاطعة قصة فيها دروس كثيرة جدا وعبر كثيرة جدا فيها فعلا ما لا يحصى من الدروس والعبر الفريق الثاني كان فريق المنافقين سواء من أهل المدينة أو من الأعرب حول المدينة وهؤلاء جاءوا يحلفون أنهم كانوا معذورين ويعيدون أنهم سيخرجون بعد ذلك مع المسلمين في أي قتال قادم وهؤلاء كان يقبل منهم صلى الله عليه وسلم الاعتذار ويجري أمورهم على الظاهر ولم يقم عليهم أي تعزير من أي نوع ليه؟ لأنه كان شايف أنه مفهمش أمل كلبهم فزدة وأعينهم لا تفسر وبالتالي فالتعزير لا ولن يأتي بالنتيجة معهم فلا دعينا والكلام ده طبعا ممكن يستغربوا الناس يقول يعني رسول السلام أقام التعزير أو العقاب على المؤمنين الصادقين ولم يقمه على المنافقين خلي بالك المنافكون لم يعترفوا بذنب المنافكون قالوا كان عندنا أعذار فقبل منهم ذلك صلى الله عليه وسلم أما المؤمنين الصادقون فقد اعترفوا بذنبهم وقالوا لقد أخطأنا فعلا فكان لابد من عقاب والعقاب لم يقم من عند رسول السلام ولكن أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى تبوك كانت ضربة قاسمة للمنافقين اضطروا جميعا إلى كشف أوراقهم وبالتالي علم المسلمون كل من كان منافقا ويغفي ذلك وبعد تبوك سبحان الله تلقى المنافكون ضربتين من نوع آخر هاتين ضربتين سبحان الله حجمتها إلى حد كبير من قوة المنافقين ومن حجم المنافقين في داخل المدينة المنورة أما الضربة الأولى فكانت هدم مسجد الدرار مسجد الدرار مسجد بناه المنافقون لتشتيت المسلمين ولبث أفكارهم الهدامة وفتنتهم الخطيرة في المدينة وقد نزل الوحي يأمر رساله السلام بالتعامل في منتهى الحزن مع هذا البناء الفاسق مع كونه في الظاهر مسجدة وبالتالي أمر صلى الله عليه وسلم فرقة من الصحابة بهدن المسجد وتحريقه فكانت ضربة مباشرة للمنافقين أما الضربة الثانية القاسمة فكانت موت زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والذي تولى كبرى الفتن بشتى أنواعها من بعد بدل وإلى غزو التبوك مات الرجل على نفاقه ورفض سبحان الله الدعوة الكريمة التي وجهها له صلى الله عليه وسلم ليحسن إسلامه بعد هذه الرحلة الطويلة من الصد والإعراض عن سبيل الله عز وجل أصر عبد الله بن أبي بن سلول على معتقده الفاسد ومع ذلك سبحان الله عمله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الرفق والرحمة وذلك ليتألف قومه وليخفف عن ابنه الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وكان من صالح الصحابة رضي الله عنه فاستغفر صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول بعد موته وأعطاه قميصه ليكفن فيه بل وصلى عليه على الرغم من مقاومة عمر بن خطاب رضي الله عنه لذلك وقد نزل القرآن بعد ذلك موافقا لرأي عمر رضي الله عنه وقال الله عز وجل وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحْدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسكون وبموت عبد الله بن أبي بن سلول انحصرت حركة النفاق جدا جدا في مدينة منورة بل وفي الجزيرة العربية ولم نسمع لهم صوتا يذكر في العام العاشر من الهجم يبقى شفنا بعد غزو التبوك ما شاء الله حصل انتصار كبير للمسلمين وحصل انحصار كبير لحركة النفاق ولا شك أن العرب في كل الجزيرة العربية كانوا يراقبون كل الأحداث العرب علمت أنها ليست لها طاقة أبدا بحرب المسلمين ها هي قريش قد سلمت وأسلمت وفتحت أبواب مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وها هي كذلك هواز قد دخلت في الإسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جيشا قوامه ثلاثون ألف مقاتل لمواجهة أعتى قوة في الأرض وهي الدولة الرومانية للمرة الثانية في غضون سنة ونص هذا ما لا يتخير العرب أصلا في أحلامهم فضلا أن يكون واقعا يرونه رأي العين عشان كده بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تابوك أخذت القبائل العربية قرارا شبه جماعي بالقدوم إلى المدينة المنورة للتواصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض هذه القبائل جاء ليعلن الإسلام جاء ليعلن الإسلام مقتنعا بي ومحبا له وبعضهم جاء مسلما لكونه يرهب الدولة الإسلامية أو يرجو ودها ومنهم من جاء ليتفاوض ويطلب لنفسه شيئا ومنهم من جاء ليعقد عهدا ويظل على دينه لكن المهم أن كل نسجد جاء الجميع لم يستطع منهم أحد أن يتجاهل القوى الإسلامية الجديدة بدأت الوفود الكثيرة في التوافد على المدينة المنورة في أواخر العام التاسع من الهجرة وأثناء العام العاشر أيضا ولذلك عرف العام التاسع الهجري بعام الوفود لكثرة الوفود التي أتت بعد تابوت عدد هذه الوفود كان على الأقل ستين وفدا وصلت في بعض التقديرات إلى أكثر من مائة وفد طبعا مش نقدر نقف في هذه المجموعة على تفاصيل مقابلة رساله السلام لكل وفد من هذه الوفود مع أن سبحان الله فيها من الثوائد والعظات ما لا يقدر بثمن نحتاج إلى تفريغ جهد خاص ودراسات متأنية لنقف على الدروس العظيمة التي نستطيع أن نستخرجها من حوارات رساله السلام مع هذه الوفود الكثير لكن في هذه المحاضرة أنا أريد التعليق على ثلاثة وفود في غاية الأهمية أول هذه الوفود كدوما بعد تابوت وأهم هذه الوفود من ناحية الأثر كان وفدة ثقيف ثقيف كانت لها ذكريات سيئة جدا في نفوس المسلمين هي أولا ردت رسوله السلام في العام العاشر من البعثة كان الرد زي ما أنتم عارفين ردا يخلو من كل أدب أو مرؤة أو أخلاق وفعلت معه ما لم تفعله الكثير من قبائل العرب وثانيا الطائف أو ثقيف اشتركت مع هوازم في حرب المسلمين في غزوة حني وبعد هزيماتها كما تعلمون رجعوا إلى حصونين في الطائف وفشل المسلمون في تحطيم الحصون وعادوا دون نتيجة بعد حصار شهر كامل وثالثا قتلت ثقيف زعيمها عروة ابن مسعود الثقافي رضي الله عنه بعد إسلامه في قصة طويلة مؤثرة ليس المجال يسمح بتفصيلاته لكنها تركت أثرا سلبيا حزينا في نفوس المسلمين ومع كل هذه الصدمات إلا أنه ثقيفا أتت بعد تبوك لتعليد إسلامها في المدينة المنوّر يا ترى إلا حصل في الطائف ولماذا أسلمت ثقيف تعالوا كده نشوف ثقيف لن تفكر في الإسلام حتى هذه اللحظة اقتناعا به أو حبا له لكن فكرت في أحوالها التي وصلت إليها تعالوا كده نحلل وضع ثقيف في السنة التاسعة من هجر أولا أسلمت معظم القبائل العربية الكبرى ومنها فروع قيس عيلان الكبرى مثل غطفان وسليم وهوازن ولم يبقى من هوازن إلا فرع ثقيف فقط ولن يكون لثقيف قدرة على حرب العرب كافة حاجة تانية مالك بنعوف النصري لو تفتكروا كان يقوم بحصار الطائف هو وقبيلته هوازن بعد أن أسلم وأسلمت القبيلة زي ما قلنا بلكده فضيق ذلك عليهم بشدة حاجة تالتة بدأ الوضع الاقتصادي في الطائف في التردي نتيجة هذا الحصار فقدت الطائف مكانتها التجارية لأنها أصبحت مكانا غير آمن لا يطمئن إليه عامة تجار العرب حاجة الرابعة فقدت ثقيف أحد زعمائها المعدودين هو عروة ابن مسعود الثقافي وليس من المستبعد أن تفقد رجالها واحدا تلو الآخر حاجة دي فكرت فيها ثقيف وبالتالي دفعها ذلك إلى التفكير جديا في أمر الإسلام قررت الثقيف أن ترسل وفدا لرسال السلام مكونا من ستة أشخاص على رأسهم عبد يليل ابن مسعود عشان يعليهم إسلامهم وإسلام ثقيف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب الوافد فاعلا إلى المدينة منورة والتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وسبحان الله الأيام يا إخواني دول ها هي الأوضاع تتبدل ها هم الزعماء الآن يتبادلون الكراسي من 12 سنة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يطلب النصر من ثقيف وكان عبد يليل هذا من أشد الناس على رسول صلى الله عليه وسلم في الطائف وكان على رأس الطائف الآن يأتي عبد يليل إلى المدينة يطلب من رسول صلى الله عليه وسلم أن يقبل إسلامه هو إسلام ثقيف سبحان الله وتلك الأيام نداولها بين الناس استقبل رسول صلى الله عليه وسلم وفد الثقيف استقبالا طيبا يليق بنبي كريم لم يذكرهم أبدا بما فعلوه قبل ذلك معه في زيارتيه للطائف وضرب لهم خيمة في المسجد عشان يعودوا في المسجد يشاهدوا أحوال المسلمين ويسمعوا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلموا إيه هو الإسلام كانوا بيعودوا في المسجد بضعة أيام ثم يذهبون إلى رحالهم ما بين حين وآخر سيبين الرحال خارج المدينة المنورة وكانوا قد تركوا عدة رحالهم أصغرهم سنة كان رجل اسمه عثمان ابن أبي العاص كان قاله من عشرين سنة وكانوا إذا ذهبوا إليه لفترة القيلولة تركهم عثمان ابن أبي العاص وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلم على يديه بإخلاص وكان إذا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم نائما ذهب إلى الصديق رضي الله عنه فيتعلم منه حتى أعجب به صلى الله عليه وسلم إعجابا جما ورأى فيه خيرا كثيرا بعد عدة أيام وفد الثقيف استمع إلى الإسلام ورأى أحوال المسلمين طلبوا من رسال السلام أن يسلموا لكن كان عندهم بعض الشروط والطلبات اللي عايزينها من رسال السلام طلبات دي بتعبر بوضوح عن أنهم فعلا لم يريدوا الإسلام حبا فيه ولكن جاءوا رهبا منه ورغبا في المصالح من ورائه تعالوا كده نشوف ألو إيه قال زعمهم عبد يليل بن مسعود أفرأيت الزنا خلي بالك بقى من الشروط أفرأيت الزنا فإن قوم نغترب ولا بد لنا منه يبقى هم عايزين يستحلوا الزنا وهم يعلمون قبل ذلك أن من تعليم الإسلام تحريم الزنا طب يطرس الله صلى الله عليه قال هو عليكم حرام فإن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا هنا ده حد من حيود ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يتنازل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن إسلام ثقيف إضافة ضخمة جدا جدا للدولة الإسلامية لكن لا يمكن أبدا أن يفرد صلى الله عليه وسلم في أي أمر من أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى فقال عبد يليل أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلها قال صلى الله عليه وسلم لكم رؤوس أموالكم فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين برضو رفض تحليل الربا فقال زعيمهم أفرأيت الخمر فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها يعني عايزين يخدوا أي شيء يحلوه من المحرمات التي في الإسلام واضح طبعا أنهم مش بيسلموا رغبا في الإسلام لكن ظروف الجزيرة العربية في ذلك الوقت دفعتهم إلى هذا الإسلام قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرمها الخمر برضو حرام إن الله قد حرمها وقرأ يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون هذه أمور ثلاثة حاولوا أن يحذفوها من الإسلام لكن رساله السلام كان واضحا تمام الوضوف وكان حازما تمام الحازم لا مساومة في الدين لا التقاء في منتصف الطريق إذا كان الأمر يخص العقيدة والحلال والحرام لم يسعى إلى تأليف قلوبهم عن طريق حرف أو تبديل في الشريعة قام وفد ثقيف للتشاو نعمل إيه؟ قال بعضهم لبعض ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة يعني لو رفضنا الشروط التي وضعها صلى الله عليه وسلم وهو أن يأخذوا الإسلام كاملا دون حفث ولا تبديل قد يخزونا في يوم من الأيام ويحدث لنا ما حدث في مكة تعالوا خلاص نسلم ونسلم بين يديه فأتوا رسالة السلام وقالوا نعم لك ما سألت ثم قالوا لسه في برضو محاولات تانية لحث بعض الأمور من الدين الإسلام قالوا أرأيت الرب ماذا نصنع فيها؟ الرب هي اللات هي الصنم المعبود في الطائف كانت من أعظم أصنام العرب والجميع كان يقسم بها ويهدي إليها ويذبح عندها ويعتقد فيها هنا أجاب رسالة السلام إجابة حاسمة لا توسط فيها ولا مجاملة قال هدموها هكذا فزع أهل ثقيف وقالوا هيهات لو تعلموا الرب أنك تريد هدمها لقتلت أهلنا سبحان الله عمر بن خطاب كان حضر مفوضة ديت ويحك يا عبد يليل إن الرب حجر لا يدري من عبده ممن لا يعبده رد عليه قال له قال إن لن نأتك يا عمر يعني ما لكش دعو مهم لم يجد أهل الثقيف بدا من هدم الله الرسالة السلام أصر لابد من هدم الله لكنهم بدأوا يساومون على توقيت هدم الله فطلبوا من الرسالة السلام أن يبعي الله ثلاثة سنين قبل أن يهدمها يعني مرحلة انتقالية إلى أن تهدم الله فأبى صلى الله عليه وسلم فقالوا سنتين فأبى فقالوا سنة فأبى فقالوا شهرا واحدا أي حاجة فأبى صلى الله عليه وسلم فأسقط في أيديه وقالوا في يأس تولى أنت هدمها احنا من قدرش اما نحن فإن لا نهدمها ابدا قال صلى الله عليه وسلم فسأبعث اليكم من يكفيكم هدمها فخلاص اقرب هذا الامر وقبل ان يقوموا طلبوا يعني كطلب اخير ان يعفيهم صلى الله عليه وسلم من الصلاة سبحان الله اي حاجة عزيني شلوهم الدين واضح طبعا ان المفهوم الدين عندهم مغلوب تماما واضح انه نتيجة ان الاصنام لا تشرع منهجا ولا تضع قانونا كان لزاما عليهم ان يضعوا قوانينهم بانفسهم حاجة اللي بيسموه قوانين وضعية لذلك جاءت اسئلة ثقيف مضحكة طفولية لغياب مفهوم الدين الصحيح من اذهانهم هم كانوا فهمين ان الدين مجرد قرابين وذرح ومجرد عبادة لله دون التدخل في حياتهم لكن الدين الصحيح حقيقة كما اراده الله عز وجل هو ما جاء في قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين كل دقيقة وصغيرة وكبيرة في الحياة تدخل فيها الدين وله فيها الرأي وهو ما لم دفقه ثقيف في هذه اللحظة طبعا رسول السلام رفض الاعفاء من الصلاة وقال لهم لا خير في دين لا صلاة فيه وبكده اقر وفد ثقيث بكل ما امر به صلى الله عليه وسلم وقرروا العودة الى الطائف على ان يلحق بهم وفد من قبل الرسول السلام لهدم صنم اللات المشهور وقبل ما نعرف ايه اللي حصل مع صنم اللات فيه موقف لازم نعلق عليه مهم جدا الرسول صلى الله عليه وسلم امر على هذا الوفد وبالتالي على ثقيف بكاملها عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه مع انه اصغر القوم سبحان الله اقل من اشيسا وذلك لشدة حرصه على التعلم وحسن فهمه ودقة نظرته وكفاءته القيادية سبحان الله الرسول السلام تعامل مع قضية الطائف تماما كما تعامل مع قضية مكة ولا شابا لم يتلوث فكره كثيرا بالافكار الوثنية القديمة وعزل عبد يليل صاحب التاريخ الطويل في الصد عن سبيل الله وبالذات انه قد وضح من خلال الحوار انه غير مقتنع تماما الاقتناع بتشريعات الاسلام ومن ثم قد ينحرف بثقيف عن الفهم الصحيح الاسلام عشان كده عزلوا وولى عثمان ابن ابي العاص تماما كما عزل ابا سفيان وولى عتاب ابن اسيد رضي الله عنه الشاب الصغير على امارة مكة وطبعا ده بيوضح لنا قيمة الشباب في الاسلام وامكانيات الشباب الهائلة التي كان يقدرها صلى الله عليه وسلم برضو في حاجة مهمة جدا لازم نلاحظها على موقف رسول السلام مع ثقيف انه تعامل مع شعب ثقيف تماما كما تعامل مع شعب مكة عفى عنهم اجمعين برغم التاريخ السيء الذي مر به المسلمون مع الطائف ليثبت لنا وللجميع ان منهج العفو هذا هو منهج اصيل في الاسلام ولم يكن حدثا عابرا خاصا بمكة المكرمة رجع وفد ثقيف الى الطائف وبعد محاورات وجدال مع شعب الطائف قبل شعب الطائف او قبل الثقيف بالاسلام ونسأل الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين ونسأله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه لي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما اقول لكم وافوضوا امر الى الله من الله بصر بالعباد وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة